عند تسجيل هذا المقطع الصوتي لم يكن آية الله حسين علي منتظر حينها على دراية بأن موقفه المندد بما يعرف بمجزرة السجناء السياسيين سيؤدي إلى عزله كمرشح للخميني وسجن ابنه أواخر العام الماضي لتسريبه المحادثة السرية وبتهمة تعريض أمن الدولة للخطر فجريمة السجناء السياسيين التي أعدم فيها نحو 30 ألف معارضاً في ثمانينات القرن الماضي تعود إلى الواجهة مجدداً وتحديداً في مجلس حقوق الإنسان الذي تتصدر فيه إيران قائمة الدول من حيث الإعدامات الخارجة عن القانون منظمات مدافعة عن ذوي الضحايا طالبت المجلس والهيئات الأممية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في الجريمة لا سيما ومع اكتمال كافة الأدلة والبراهين نعمل هنا باسم أهل ضحايا المجزرة مع الأمم المتحدة والجهات المختصة وقدمنا جميع الوثائق والأدلة اللازمة لرفع شكاوى قضائية ضد أعضاء لجنة الموت الذين يتبوؤون مناصب حساسة في النظام الحالي خبراء أمميون اعتبروا أن جريمة السجناء السياسيين التي نفذت بفتوى من الخميني مثال على الممارسات المنبثقة عن الدستور الإيراني والتي تتعارض كليا مع القوانين والأعراف الدولية يعني روحاني أو غيره لا يمكن أن يكونوا معتدلين مدام الدستور المؤسس للدولة والحكومة والجمهورية الإسلامية هذا الدستور ينص على قضايا تتعارض والقانون الدولي وحتى تعارض حتى مع الشريع الإسلامية وكان مجلس حقوق الإنسان قد أدان الاثنين الماضي النظام الإيراني على ضوء التقارير التي تؤكد تنفيذ السلطات الإيرانية لأكثر من 530 حالة إعدام خلال عام 2016 تتوعد منظمات المجتمع المدني بمحاسبة جميع المتورطين بجريمة السجناء السياسيين وجرهم للمحاكم الدولية العادلة في حين لا يزال ملف الإعدامات في إيران يتصدر أهم نقاشات مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية نيف نوفل الإخبارية الأمم المتحدة جينيف ترجمة نانسي قنقر